هو صحيح الحضور حضور الجسد ولا الروح هو فعلا في ناس عايشين معانا بروحها وجسمها غايب عننا مين اللي يقدر يوصل للمرتبة دي ومين اللي ممكن يسيب علامة للدرجة ان نحس بروحه طول الوقت رغم انه مبقاش موجود عايزين تعرفوا مين تعالوا نسمع رسالة دي ازايك يا محمد يا ابني انا عايز اقولك ان ابني بطل استشهد عشان احنا نعيش وبلده تعيش زبتنا ومشيت لكن انت عايش جوانا اسوح عشتني قوي ورمضان ده هتخيلك قاعد قاعد على كرسيك في الفطار ومش هصدق ابدا انه فاضي وانا متأكدة انك في مكان احسن بس انتوحشني انتوحشني قوي ولازم اعرف الدنيا كلها ابن الشهيد ضحى بنفسه وبارواحه عشان احنا نعيش ولو عندي عشرة هخليهم يضحوا بارواحهم وبنفسهم عشان بلدهم وعشان ربهم يا امي انا بحسد ابنك الشهيد وسبت دنيا ومشي ومش واضل منه غير ذكرى وحب تواجع في قلوب اللي حبوه وشاركوه لحظات حياته لكنه ساف فخر في عيون ولاده وأهله ووطنه يمكن اختفى بجسمه لكن روحه عايشة وسطنا وحاسه بالدفع وشايفنا ومتطمن علينا من بعده حاسس بالدمعة اللي بتنزل من عينيكي حاسس بالابتسام اللي بتترسم على وشك لما بيتقال عليه لفظ شهيد عارفين لو شاهدت تكلم هيقول ايه؟ هيقول يا ولادي ويا اهلي عارفين انا مدت ليه؟ مدت علشان بلد تعيش وعلشان اهلي في كل شارع في مصر يكملوا حياتهم يكملوا حياتهم وهم مش خايفين وهم مش خايفين يقفروا على نفسهم الببان وهم متطمنين ما حسبتهاش وما خفتش كان كل همي الارض وبس عقبتي كانت حمياني حتى في لحظات الخوف رغم ان نسبت أبويا وامي رغم ان نسبت عيالي وهم محتاجين لحضني محتاجين لحنيتي والأسوتي أوقات في تربيتهم محتاجين يلمسهم ولمحي يحكولي عن أول يوم ليهم في المدرسة وأول يوم ليهم في الكلية وأول حب وأول شغل يجبروا قدامي وجوزهم وحضر فرحهم وعجز وشوف أحفادي بيلعبوا معايا لكن أنا في مكان أحسن ألف مرة ابنك وضحب دمه وبروح علشان وطنه ودينه وأبدا ما كانش خايف كان واقف بطل في المواجهة بدون ما يرجع خطوة الورى وأنا عيني في عيوني اللي بيكرهونا اللي عايزين يسرقونا ويسرق أحلامنا ولو أنا مدت في ألف غيري الراية بتتسلم من واحد لواحد من جيل لجيل مكتوب عليها النصرة أو الشهادة السلسال مش بيتقطع وما تنسوش أنا مدت ليه وما تفرطوش في زر الطراب واحدة وخلوا بالكم من الأهل والولاد وقولوا لهم أبوكو عايش ما ماتش عايش جوا الروح وفي صفحات التاريخ عايش في بطن الأرض اللي مات وهو حضنها ولو رجع الزمن ألف مرة هاخد نفس القرار لأن الجنة تستاهل علموا أولادكم يعني إيه كلمة وطن علموهم إن الوطن قبل أي شيء وإن التضحية واجب وإن الوقفة ضد المعتدين هي دي الرجولة علموهم وعرفوهم أسماء الشهدى واحد واحد قلوا لهم ماتوا ليه وإزاي فهموهم إن هم ماتوا علشان إحنا نعيش فرجوهم حرقة قلوب أمهاتهم عليهم فهموهم إنهم باعوا الدنيا كلها في سبيل الوطن والأرض والعرض علموهم إنهم لازم يكملوا من بعدنا والسلموا الراية مننا بكل يقين وسبات تسلوبوا ظهرهم ويقفوا بصدرهم في مواجهة أعداء الوطن اللي عايزين يكسرونا ويكسروا فرحتنا عرفوهم مين العدو ومين الحبيب قولوا لهم إن الأرض دي مروية بالدم وإن انتصارتنا كلها كانت من صلب نفوسة عندها عقيدة عقيدة ما يهزهاش جبل ماتوا يمكن لكن عايشين الجنة مفهاش موت والشهيد شايفنا مما كان أحسن ومين هيحمي البلد يغربني وابنك مين هيشيل علم الأرض دي في قلبه ويبسط رابها ويحميها بروحه فهموا لادكم إنهم مسؤولين وإن كل حتة فيهم اتبانت من خير الأرض الطيبة وإن الأرض دي اتدفع تمنها بالغالي قوي دم وعرق وكفاح وإن اللي انتصروا كان إيمانهم أقوى من السلاح لشالينه وإنهم أملنا ومستقبلنا وإننا محتاجينهم ومستنيينهم إلى اللقاء